اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا طرف الطرف الارضي اللي هو البني اللي هناك دوك وصلنا دايرك تلال لنظة والطرف اللي هو فيه الكهرباء اللي بنعرفه عن طريق التست او مفاك التست اللي بيتنور مفاك التست بنعرف ان هو ده الطرف اللي هو الحي اللي فيه الكهرباء عايزين نعمل بقى المفتاح عشان تفتح وتقفل وبعد كده هوريكوا طريقة تركيب المكسف عشان نقل للدرجة الدرجة الاضاءة بتاعتها ونعملها زي سهاري كده لنظة سهاري وفي نفس الوقت دي دينا اضاءتها اللي هي الميت واط بتوحى دولك وتشتعل على اخر اضاءة لها كده احنا بنركب المفتاح على الطرف الحي اللي فيه الكهرباء ادي الطرف اللي وصل للنظة يا جماعة بنوصله برضو بالطرف التاني بالمفتاح عشان اول ما ندوس على المفتاح ده تشتغل اللنبة باضاءتها اللي هي العادية بس احنا عايزين نستخدمها في يعني تبقى اضاءة عادية والناسة في وقت الوقت او تنخافط درجة الاضاءة بتاعتها هناخد كده الطرف الخارج من المفتاح نوديه للنبة عشان يشغلها وفي نفس الوقت هناخد من الكهرباء من نفس الطرف اللي احنا اهو يا جماعة نوصله بمفتاح تاني نفس الطرف اللي هو اللي هو الاصلي اللي هو في الحي اللي هو دخل المفتاح الاولاني ناخد منه كده يا جماعة وصلة وهنوصلها بالطرف الحي من اللنبة عشان نقدر نستطيع ان نتحكم في اللنبة بمفتاحين مفتاح يشغلها على طول ومفتاح يشغلها اللي ايه المية يشغلها يعني بإقضاءة اقل اول ناسا اولندا سهاري وطبعا هنعزل الطرف التاني اللي هو بيشغلها على طول يبقى احنا كده عندنا اجيب بقى المفتاح ده يا جماعة هو التاني عشان نقدر نوصل لها كهرباء اقل طب نضعفها ازاي الكهرباء الاقل دي هنضعفها عن طريق عمل مكسف في الطريق هيقل للكهرباء وبالتالي هتقل لدرجة اضاءة اللنبة طبعا احنا نعمل لها مفتاح عشان نقدر ننورها او نطفيها منها او نشغلها على الاضاءة القصوى بتاعتها بالمفتاح اللي هو على شمالي ده اهو خدنا الطرف ده كده وهنقصه عشان نوصله بقى يا جماعة مكسف اللي هو بيشتغل زي مكسف المروحة اربعة ماكرو ربعمية وخمسين فولت او اللي انا هركبه هنا دلوقتي تلاتة ونص ماكرو ربعمية وخمسين اللي هو بيشتغل يا جماعة في تقويم المراوح السقف هناخد اهو دخلنا احنا طبعا على المفتاح التاني الكهربا الطرف الحي وهناخد من الطرف التاني بتاع خارجه عشان نقدر نتحكم فيه في اللنظة او في الكهربا اللي خارجه من المفتاح اهو اي مفتاح من دولك ليه طرفين يا جماعة طرف داخل وطرف خارج او يا جماعة وهنيجي كده بين الطرفين دولك اللي خارج من المفتاح واللي داخل على اللنظة والركب المكاسف ده هو تلاتة ماكرو تلاتة ونصف فولت او ممكن اربعة فولت او تركب اتنين على التوازي اتنين واتنين يعني اتنين ماكرو واثنين ماكرو على التوازي والفولت بتاعهم ربعمية وخمسين فولت هيدونا نفس النتيجة طبعا لو قللت عن كده يمكن اللنظة ما تنورش لو قلت يعني عملنا اتنين بقى اتنين فولت بس مش هي ممكن اللنظة ما تتنورش معانا يا جماعة بس احنا عايزينا تتنور بايه بدرجة معينة بحيث تصبح ايه سهاري زي اللنظة كده مثلا ايه الخمستاشر واط اللي هي موجودة في السوق بفتيلة ركبنا المكاسف هو على الطرفين يا جماعة اللي هو فيوصل الكهرابة توصل الكهرابة الحية الى اللمبة عن طريق المكاسف بس طبعا لو ما نيجي نشغل المفتاح بتاع السهاري هنطف اللي هي بتشتغل على طول اهو يا جماعة اهو زي ما احنا شايفين اطراف التوصيل بينها هي كده ممكن تسبت الصورة وتشوفها بامعان اهو كده يا جماعة هنجرب بقى كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم هنجرب ده ده اللي هيشغلها على طول يا جماعة بإضاءتها العادية اهو كده مداني الميت وات كلهم من وارع الاخر ممكن نطفيها عايزين بقى نعملها سهاري او ننام او نخفض إضاءتها عن طريق المفتاح التاني وفي الطريق كده مكاسف 3-4 ماكرو ماكرو فراد 450 فولت بتاع الموحة واسبكوا مع التجربة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة